اشتركوا في القناة في هذه الشخصية لكن القصة الحقيقية لما حدث لبنزيمة وفلبوينا هم زملاء عمل كما يقال زملاء في المنتخب زملاء في الكرة الفرنسية نجوم على مستوى عالي بعض الأخطاء يعني يسقط فيها النجوم تسرب بعض المقاطع الشخصية هو متهم ابتزاز زميلة الفضيحة لم تطلب بنزيمة هي الفضيحة للزميلة ولكنه متهم بابتزاز في شريط لم ينشر حتى في فرنسا إذا كانت علاقة بين شخصين فهي حرية شخصية حتى لو صورت بعدة طرق إلا إذا كانت العلاقة غير شرعية وهي علاقة مثلا المثليين إلى آخره فبعض النجوم من الممكن أن يبتعدوا عن هذه الصورة التي ممكن أن تمس ولكن الفكرة هنا البعض يقول أن هذه الفضيحة اليوم تمز بنزيمة لأنه له تاريخ طويل من الفضائح فهل هي اليوم نحن نواجه ضربة قاضية لبنزيمة؟ من الممكن لأنه دخل ليس فقط في الفضائح دخل في جنحة وهي جنحة الابتزاز يعني واصل هذا ليس شخصيا ليس سوء سلوك أو مخالفة سير أو فضيح متعلقة به وإنما جنحة متعلقة بالفضائح وهناك عدد محاور لهذه القضية ريتا يعني عندما نتحدث عن اعترافه شخصيا بأنه نعم هو ابتز في المحكمة كان له تصريح بأنه متهم يعني وافق على حكم المحكمة ولكن على الطرف الآخر هو تحدث بأنه كان يريد عمل خير بأنه يريد من صديقة فالبوينا وزميلة في المنتخب بدفع هذه الأموال حتى يحصل على هذا المقطع وهذا الشريط من الفيديو حتى يتم إتلافه على سبيل المثال ويتم إنهاء هذه الصورة الكاملة للقصة ولكن ما تم سرده من طرف آخر بأن بنزيمة متورط مع جماعة جماعة ابتزاز فهو كان هناك شريط صوتي لبنزيمة وهو يتحدث في النوع من التآمر وكأنهم أرادوا الإيقاع بفالبوينا اليوم عندما تحدث عن فضائح المشاهير البعض يقول أن المشاهير يختلق أو بعضهم يختلق فضائح لمزيدنا الشهرة لمزيدنا التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمدى في العالم الرياضي اليوم لأن الرياضي ليس مطرب أو ممثل أو عرض أزياء هو قدوة لجماهير عديدة ومعظمهم ربما يكون أطفال أيضا إلى أي مدى؟ كيف تختلف في العالم الرياضي؟ هو من الممكن أن يختلق قصة معينة لا تضر بسمعته شريط فيديو بـ 15 ثانية أو 10 ثواني لكن بهذه الصورة هو لم يختلق شيء هو دخل في جريمة في جنحة لأن فضائح كثيرة طالته في السابق ولم تؤثر على نجومية حتى بعض منها أخلاق يعني متعلق بدفع نفقة جدته يعني أنا زعلت لما أردت لها هناك سبب ريتا بنزيما عامين قبل هذا العام لم يكن بذلك النجم الساطع لكن الآن بنزيما هو يلعب في نادي من أكبر أندية العالم هو يلعب في فرنسا في منتخب فرنسا معتمد عليه بشكل كبير من قبل الاتحاد الفرنسي وخصوصا مدرب المنتخب الفرنسي ولكنت ما إيقافه في المنتخب الفرنسي اليوم؟ بشكل مؤقت ممكن حتى تحل هذه الأزمة لكن إذا ثبتت عليه القضية وهذه الجنحة سيبتعد بنزيما ليس عن عالم كل القدم سيبتعد عن العالم خمس سنوات بالتأكيد اليوم بنزيما من أصول عربية طبعا جزائرية كيف أنتم في قسم الرياضة رصدتم التعليقات وردود الأفعال حول ذلك بسرعة يعني الكل كان يتحدث كتعليقات في تويتر وإنستجرام وإلى آخره بأن بنزيما كان يجب أن ينظر إلى عادته وتقاليده قبل الأمور الأخرى ولكن هو فرنسي بالنهاية نأخذها بصورة عامة هو في فرنسا مولود في فرنسا العادات والتقاليد اختلفت تماما على بنزيما بالتأكيد نعم شكرا أحمد السيد مضيع في القسم الرياضي زميلنا شكرا على أنزيما معنا اليوم